برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة أقيمت مساء أمس بصالة أرينا أيبك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي النسخة الرابعة لبطولة القتال الشجاع بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين التي تنظمها منظمة القتال الشجاع المنبثقة من منظمة خالد بن حمد والتي شهدت مشاركة 26 مقاتلا من مختلف بلدان العالم وحضر المنافسات عدد من المهتمين بالرياضات القتالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المدعوين وجماهير غفيرة من عشاق ومحبي رياضة فنون القتال المختلطة وقد أكد سموه أن ما تشهده هذه الرياضة من تطور ملحوظ يأتي بفضل الرعاية والاهتمام والدعم من لدن جلالة الملك المفدى للقطاع الرياضي وتوجيهات جلالته المتواصلة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يشهد حضورا ومشاركة واسعة من قبل الشباب والتي ترجمتها الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد في تنفيذ الخطط والمشاريع الداعمة للبنية التحتية الرامية لتهيئة الأجواء المثالية للشباب البحريني للارتقاء بهذه الرياضة وأضاف سموه أن الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عبر الاستراتيجية التي رسمها سموه مهدة الطريق نحو الارتقاء بمستوى الألعاب والرياضيين وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة وقال سموه أن البطولة استطاعت أن تشق طريقها بنجاح من خلال التنظيم المميز واستقطابها لنجوم رياضة فنون القتال المختلطة والإشادة الواسعة من قبل الاتحادات الرياضية من مختلف بلدان العالم والمنظمات الدولية للعبة وستتواصل الجهود لنشر هذه البطولة على مستوى العالم وأبدى سموه سعادته بنجاح النسخة الرابعة لبطولة القتال الشجاع التي احتضرتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي وتطلع سموه لتحقيق المزيد من النجاحات الداعمة لتحقيق التطلعات بأن تكون هذه البطولة هي الأولى على مستوى العالم فكرة بدأت صغيرة ولكنها حققت أحلاما كبيرة وظهرت بصورة جديرة فالأهداف تحققت والثمار حصدت بعد أن تلونت وتزينت مدينة أبو ظبي التي احتضنت منافسات النسخة الرابعة من بطولة القتال الشجاع بأنوان التألق والنجاح أنا سعيد جدا من ناحية ومن ناحية أخرى من دهش بعد مستويات القوية التي قدموها المقاتلين وهناك أسماء لم أكن أتوقع أن يظهروا بهذه الصورة ومن وجهة نظري ستكون هذه النسخة عالقة في أدهان الجميع الحمد لله رب العالمين توفقت ولعبت ضد خصمي فزت عليه في طريقة كثير حلوة فالحمد لله بشكر رب العالمين على النتيجة التي صارت أنا جدا سعيد وبشكر كل الجمهور العالم والعربي أن أطمح أن أكون بطل العالم لبريف إن شاء الله هم محرين متى يعطوني الفرصة أنا إن شاء الله سأكون مستعد بس هذا طموحي أن أكون بطل العالم إن شاء الله بإذن الله طبعا فايت كان كثير قوي اليوم إحنا بأبو ضبي بريف بطولة كثير كبيرة الحمد لله تمكننا وفزنا على فريق من أفضل أفريق الإرلندي بالعالم 26 مقاتل من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم قدموا خلال منافسات البطولة عروضا مميزة ومستويات قتالية عالية أشعلت مدرجات الجماهير الحاضرة كما شهدت البطولة ولادة أول بطل لوزن الريشة الذي توج به المقاتل الجزائري إلياس أبو داقائل الحمد لله كان كوي فايت كان قوي كان بكل صراحة أنا أخذت لائحة من الملاكمين لأوبنينت لعوتمان وأنا اخترت أصعبهم وكانت أول مرة لعوتمان نازل إلى الوزن 70 كيلو وكان عنده خمس أيام هنا في أبو ضبي وكانت حاجة جديدة احنا ما بنعرف كيف الجسم تاعه بيشتغل في الوزن 70 كيلو وهيكي الحمد لله احنا أخذنا أقوى واحد في اللائحة هو عنده سبع وينس في الاستمرار وما خسر وكان بطل العالم وحنا الحمد لله اخترنا أقوى واحد حتى عثمان يشوف القوة تاعه إن شاء الله أول حقا طرعا الفضل لله أولا وأخيرا يعني الواحد بيبيع لو بيوصل بفضل الله عز وجل تمام الفايت احنا كنا بجهزين جنبيلان تمام أولا عديت المباردة كويس جدا احنا عرفين ان هو سترايك كويس وهيشتغل ريجل هو عمل خطأ وانا الحمد لله استغلت مستوى المقاتلين ببرايف عالي جدا بأعتقد اليوم كان في كتير فايتات حلوين والحمد لله يعني المنظمة لسه بس أربع إفنتات وعم بتجيب مقاتلين زي هدول وبهذا المستوى فإن شاء الله أكيد بعدين متل مقلت قبل سنتين لقدام لح تكون next big thing in the world not in the least قصة جديدة عنوانها النجاح وختمتها التألق والتميز كتبها وصطرها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بإقامة أكبر المحافل الرياضية العالمية حزم الشيخ لتلفزيون البحرين من مدينة أبوظبي الإماراتية